تسأل وتقول قرأت قرآنا على ماء وشرب منه أولادي وطركت منه لزوجها على المندضة حتى إسرابه وعندما جاء كان الماء علي نمل فما تقول في ذلك أقول بالله التوفيق لا توسوسي لا توسوسي لعل هذا يعني بسبب وجود النمل حقيقة في البيت لعله بسبب وجود النمل حقيقة في البيت فإن ذا إذن تحتاطي بغطاء الكوب فيما بعد ومن باب الاحتياط تواظب على أذكار الصباح والمساء والنوم في مواعيدها وده أصل في حيات المؤمن أن يكون ذاكرا محافظا على الأذكار وهو يحفظ بها بإذن الله سبحانه وتعالى وإذا تركتم شيء على زي كوب أو مشاعر مضاتها تسمي الله عليه وتعرضي عليه ولو بعود يعني تغطيه بأي شيء ولو بعود أو سواك أو ما أي شابة تغطيه وتقولي بسم الله فإذا لا يحدث له أي ضرر وتواظب على الأذكار في مواعيدها لا يضركم شيء بإذن الله عز وجل ترجمة نانسي قنقر